الفصل الاخير من معارك منبيج الممتدة منذ قرابة الشهرين انتهى بسقوط معقل اخر من معاقل تنظيم الدولة فقد باتت مدينة منبيج بريف حلب الشرقي وبشكل كامل تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بعد انسحاب تنظيم الدولة من كافة الاحياء التي كان يتحصن فيها داخل المدينة هذا التمدد لسوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية عمادها الرئيس والمدعومة من التحالف الدولي يطرح التساؤل ماذا بعد منبيج مصادر في سوريا الديمقراطية كشفت ان خطتها القادمة تكمن في التمدد غربا نحو مدينة عفرين ووصل منبيج بها ولن تتوجه الوحدات الكردية شمالا نحو الباب او جرابلوس وذلك تطبيقا لما قيل انها تفاهمات تركية مع امريكا وربما روسيا لابعاد المقاتلين الاكراد 15 كيلو مترا عن الحدود لكن اخر المعطيات تشير الى عكس ذلك فاعلان قوات سوريا الديمقراطية تشكيل ما اسموه بالمجلس العسكري لمدينة الباب ينذر بتوجه الوحدات الكردية الى الباب كهدف قادم وذلك على غرار المجلس العسكري في منبيج الذي يشكل واجهة عربية لا اكثر بحسب اتهامات البعض لهم جرت المعركة وانتهت في ظل غياب الصوت التركي الذي كان يحذر دوما من تخطي الوحدات الكردية لغرب الفرات اليوم تلك الوحدات لا تتخطى غرب الفرات وحسب بل وتثبت قواتها هناك وتؤسس لدويلتها عبر تغيير اسم المدن وطمس الهوية العربية لاي منطقة يسيطرون عليها فهل صمت الاتراك يقابله تطمينات غربية خفية للدولة التركية بان كل ما تفعله الوحدات الكردية الان هي مجرد تحركات وقتية لن تدوم في المستقبل ام ان صمتهم سيكون مقابل اعطاء دور للثوار في المعارك المقبلة ضد تنظيم الدولة في ريف حلب